على فكرة البنت دي شكلها لقيمة وحويتها قوي وشكلها كده مش هترجع لك حاجة ده أنا كنت أخلص عليها إيه ده؟ ده بتصل إيه دلوقتي ده؟ مين ده؟ سعيد موظف البنك أه يا سعيد؟ أيوة معلم باشا، دي حاجة حصلت اللي لازم أن بنلغي بيها إيه اللي حصل؟ في شيك تصرف من حساب هايدي هانم بـ 300 ألف جنيه لحامله كل ده صرفه واحد اسمه عبدالله سالم الطيب فتح حساب عندنا وحط الفلسفية متأكّن من الكلام ده؟ ما كنتش طلبتك يا باشا طيب إيه؟ إيه في دلوقتي؟ في إيه؟ وده بقى فعلاً اللي مكنتش عامل حسابه هو إيه ده اللي مكنتش عامل حسابه؟ الوضع عبدالله السواء خد من هايدي الشيك لحامله بـ 300 ألف جنيه طب وإيه مشكلة؟ ممكن يكون بيصرف لها الشيك بيصرف لها إيه؟ ده فتح حساب لنفسه في البنك وبقى معه دفتر شيكات دلوقتي بس عرفت ابن الكلب ده كان بيوقع بيني وبنها ليه حاضر 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 حادم؟ اوى اوى الحاولي فين الألماز؟ ألمازينا عرفش هاجا عارق فين الألماز؟ لا عرفش هاجا عارق لا تفعني لو ما قلتش فين الألماز يهخلص عليك وداهر بالألماز بنفسه سavam أعدد لو اتحربت خطوة واحدة هقتلك تيتني عشان واحدة زي دي اللي انت بتتكلم عليها دي تبقى امراطي لو نطقت بكلمة زيادة هفرغ المسدى ازاق بقلبك واخلط منك ده انت عمين عليها ربطية بقى احسبها زي ما تحسبها بس للأسف انت المراضي حسبتها غلط والقلبك بقى انا ممكن اضربك بالنار وابلغ البوليس واقول انت اتهجمت علينا وعايز تسرعنا كده خلي اوع تنطع الكلمة دي على لسانك الزفر انا من النهاردة اعتبرتك بقولت خلاص لكن عشان خطر وقت الله يرحمها هخليك تمشي المراضي لكن لو تعرضتلي او تعرضت لمراضي هيكون اخر يوم في عمر انت فاهم؟ ماشي طب اطلع برا اطلع برا ومش عايز اشوفه الشاكتاني بتلاقي اشي حايفتي تفش إلا فش تفشي تفشي اطلع برا اطلع برا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة